موسيقى موسيقى اهلا بكم حلقة جديدة من برنامج رقم عشرة تمخض الجبل فأقال روي فيتوريا النهر دا عندنا بقى كواليس إقالة اتحاد الكرة ليه البرتغالي روي فيتوريا إزاي وإمتى وليه وجاب مين مكانه ومجابش مين مكانه هنتكلم في المندودة وحنتكلم في الكواليس وحنتكلم في حصريات الرقم عشرة وعندنا حاجة كده يعني الرجال عندنا اوجي لهم طبعا الشكر فريق الاعداد عندنا عمل حاجة كده بيسموها صحافة استقصائية جبنا حاجات ومدربين وأرقام وقررناها بأرقام ناس تانية ومدربين تانية وجبنا إنجازات مقابل إنجازات كلام دا كله إن شاء الله بإذن الله هنقوله في حلقة النهار دا بسم الله ونبدأ النهار دا مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المبجل جمال علام أغلق صفحة البرتغالي روي فيتوريا مع منطقة مصر بعدما تم الإعلان عن توجيه الشكر لي ولجهازي المعاون واكتفى بالفترة اللي أضاها روي فيتوريا في قيادة الفرعنة كان فيه اجتماع المجلس النهار دا احنا كنا أشرنا لإمبارح نهار دا الظهر عقد الاجتماع في مقر اتحاد الكرة اتحاد الكرة عقب الاجتماع النهار دا أصدر عدة قرارات جاءت كالتالي أولا بيقرر مجلس إدارة الحياة الكرة المصري عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطرة أم أفريقيا كودفور 2023 قرر توجيه الشكر لروي فيتوريا واجهازي المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاتماع القادم دا طبعا هنتكلم عليه بالتفصيل الحلقة دي دا رقم واحد رقم اتنين بيقرر المجلس إنه يوافق على تعييد محمد يوسف مدرب عام لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز عندنا برضو تفصيلة وكواليس في الحتة دي هنتكلم عليها رقم ثلاثة تمت الموافقة على اختيار اتنين مدربين عشان يعملوا معايشة خارجية نقطة مضيئة والحاجة المضيئة يعني لا غضاضة إن إحنا نقول والله إن في حاجة كوي هي ستعملت فيه تم الإقرار أو الموافقة على ترشيح عدد اتنين مدرب علشان يروحوا يعملوا معايشة قد يكون يعني الناس ديين تروح تشوف برة بيفكروا ازاي بيتصرفوا ازاي بيتعاملوا ازاي بيطلعوا أجيال ازاي بيطلعوا نشأ ازاي ويجوا ينقلوا الخبرات في حقفة دي حاجة كويسة نشير إليها شكرا رقم أربعة الموافقة على تعيين الكابتن علاء نبيل مدير فني للاتحاد وما كانش إحنا كان الفترة كان فيه فترة هذا المنصب مدير فني للاتحاد كان شاغرا كان فيه حد ماسك هذا المنصب بشكل مؤقت تمام آخر حد كان معين هو فنجادة تمام طيب رقم خمسة توجيه شكر للجهاز الفني للكرة النسائية رقم ستة الموافقة على العمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة استاذات للإستثمار الرياضي واللي حيقوم بالتسويق هذه المنظومة الشركة المتحدة للرياضة حنتكلم بقى عن المنظوع ده كتير جدا مع ضيوفنا النهاردة طيب رقم عشرة عندنا بقى الكواليس الخاصة برقم عشرة اجتماع اتحاد الكرة اللي قرر فيه ان هو يقيل يطوي صفحة روي فيتوريا ايه اللي حصل ايه اللي تم ايه اللي جرى خذونا نشوف رقم واحد اجتماع مجلس ادارة اتحاد الكرة النهاردة عشان يحسم مصير روي فيتوريا بيشهد على همشي جلسة اخرى مع المدرب عرض خلالها الثنائي زي ما قلنا امبارح رئيس مجلس الادارة ادارة الاتحاد سيد جمال علام ونائبه خالد الدرندلي عرض على البرتغالي روي فيتوريا ان هو يستمر بس حط شروط ايه الشروط رقم واحد ان هو يخفض راتبه وان هو يجري تعديلات على الجهاز المعاون له ويكأن المشكلة ان هو ان روي فيتوريا يخفض راتبه ويكأن ان المشكلة ان روي فيتوريا يغير او يعدل او يبدل الجهاز الفني المعاون انا معرفش على اي اساس تحاد الكرة كان بيفكر في هذا التفكير كان هو ده المفاوضات اللي كانت ما بينه وما بين روي فيتوريا امبارا بس على اي او النهار ده بس على اي حال هذا الاختراح قوبل بالرفض من قبل روي فيتوريا ده رقم واحد ده رقم اتنين بعدما روي فيتوريا رفض العرضة المقدم من قبل رئيس الاتحاد جمال علام ان هو يستمر بشروطه لجأ المجلس للتصويت على رحيل روي فيتوريا بالفعل تم التصويت تصويت اعضاء المجلس بالاجماع على اقالة المدرب البرتغالي وعلى رحيله عن تدريب منتخب المصري ده رقم اتنين رقم تلاتة بعدما تم اقرار اقالة المدرب البرتغالي بيقرر مجلس ادارة اتحاد الكرة تشكيل لجنة علشان تعمل ايه اللجنة دي علشان تتفاوض مع البرتغالي ريفتوريا حول تقصيد قيمة الشرط الجزائي في العقد بتاعه وإحنا كنا يعني عارفين كلنا انه هو ليه شرط جزائي ثلاث شهور ما يعادل تقريبا ستمائة الف دولار بعدما رفض المدرب انه يتنازل عن كل او جزء من الشرط الجزائي وهو تمسك بالحصول عليه كاملا خلينا نقف هنا شوية تم تشكيل لجنة من قبل اتحاد اتحاد الكرة هذه اللجنة علشان تعمل ايه علشان تتفاوض مع ريفتوريا حول الشرط الجزائي بتاعه وحيعمله في ايه هو الراجل من جانبه هو راجل رافض انه هو يتنازل عن كل او جزء من المستحقات بتاعه من الشرط الجزائي الراجل رافض تم تشكيل لجنة علشان اللجنة دي تتفاوض مع ريفتوريا يعني تم اتخاذ قرار اقالة ريفتوريا قبل ما نعرف هنعمل ايه في الشرط الجزائي اللي هو قمته ثلاث شهور مستحقين لرويفتوريا تمام تمام رخم اربعة يلا يا شباب قبل قرار روي فيتوريا ان هو او اتحاد الكورة ان هو يعين محمد يوسف مدرب عام للمنتخب كانت هناك مفضلة المفضلة كانت ما بين محمد يوسف ومحمد شوئي المدرب المساعد السابق في جهاز كارلوس كيروش المدرب طبعا وكان يعني هو حد كدر او كادر واعد محمد شوئي في التدريب طيب كانت المفضلة هنا ما بين السيرة الذاتية لمحمد شوئي وما بين يوسف والاتجاه داخل اتحاد الكرة كان مال لصالح كابتن يوسف ليه علشان هو السيفي بتاعه كان اتقل شوية من كابتن محمد شوئي علشان هو فاز بلقب دوري ابطال افريقيا مع نادي الاهلي قبل كده كان تقريبا في كان 2013 ده خل اعضاء الاتحاد بيصوتوا على قرار تعيين كابتن محمد يوسف مدرب عام بالاجماع تمام نخش على رقم خمسة تمت مناقشة بعض الاسماء اللي حيتم اختيار مدرب حراس المرمى الجديد في جهاز المنتخب وزي ما شفنا وزي ما تابعنا ان حارس المرمى في منتخب المصري كرة القدم كان المركز ده كان فيه مشكلة كبيرة كبيرة جدا شاهدناها لمسناها عانينا منها كلنا في كاس الأمم الأفريقية اللي فاتت تقريبا احنا اكتر فريق اللي لم تخني الزاكرة استقبلت شباك واهداف سبع اهداف سبع اهداف فيه مشكلة فيه المركز ده مركز حراسة مرمى المنتخب المصري لكرة القدم على ايات حال كان عندنا النهاردة فيه الاجتماع تمت منخشة بعض الأسماء مين اللي حتم اختياره كمدرب لحراس المرمى في الجهاز الفني الجديد كان عندنا الأسماء اللي تمت ترشحها كابتن طارق سليمان او ايمن طهر المجلس لحتى الان لم يستقر على اسم من هو مدرب حراس مرمى المنتخب المصري حتى الان طيب النقطة المهمة والنقطة اللي احنا كلنا بنفكر فيها ونقطة اللي احنا كلنا بنتكلم فيها اللي هي ثم اما بعد الفترة اللي ما بعد كابتب محمد يوسف مين اللي حيمسك المنتخب المصري لكرة القدم مين اللي حيتول المهمة مين اللي حيكون كابش الفدة يعني للفترة القادمة فكابش الفدة بقى هيكون مين تم التفاوض اتحاد الكرة بدأ بالفعل في التفاوض مع الفرنسي هيرفي رينارد وخليه بس اكون واضح هو لنيه بقول كابش شايف هده هقول لكم بعدين بس خلوها في البيت جراوند تمام تمام اتحاد الكرة بدأ بالفعل ان هو يتفاوض مع الفرنسي هيرفي رينارد اللي هو كان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم النسائية ده اخر منصب هو كان بيشغله هل هو الوحيد اللي بدأ فعلا اتحاد الكرة ان هو يتكلم معاه يفتح connection ما بينه وما بينه لا كان هيرفي رينارد احد الاسماء في اسماء تانية مرشحة زي مين زي سباسيان دي سابر المدير الفني الحالي لمنتخب الكونجو اللي هي طلعتنا من البطولة كونجو الديمقراطية ولا صعد لنص النهائي وكمان كابتن هوجو بروس مدرب الكاميرون السابق ده اتحاد الكرة ماشي فيه اتجاه مش بس اتحاد الكرة ماشي فيه اتجاه ان هو يشوف السير الذاتية لمن سوف تولى مهمة الادارة الفنية للمنتخب المصري لكرة القدم كمان دكتور اشرف صبحي معالي وزير الشباب ورياضة بدأ هو كمان من طريق اخر من سكة اخرى نوع يتفاوض مع البرتغالي كارلوس كيروش علشان يرجع تاني يدرب منتخب مصر في علاقة جيدة ما بين معالي الوزير وما بين كارلوس كيروش هو بيحاول ان هو يقرب مبين يقرب مبين وجهات النظر مبين مجلس ادارة الاتحاد والمدرب البرتغالي ولنا هنا وقفة الوقفة مفادها ان هناك خلافات الخلافات ديا للعيان على العامة مبين السيد المبجل جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ومبين كارلوس كيروش لدرجة ان سؤل كارلوس كيروش مر في احد القنوات العربية على رئيس اتحاد المصري لكرة القدم وكان رأيه فيه كان رأي سيء للغاية هناك خلاف حاد ما بين كارلوس كيروش وما بين جمال علام مع حفظ الالقاب والطريقة اللي مشي بيها كارلوس كيروش قبل كده مين اللي كان بيقود هذا الملف كان السيد المبجل جمال علام دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بيحاول انه الان يقرب ما بين وجهات النظر تخيل تخيلوا لو كارلوس كيروش رجع تاني خلينا نتخيل كده ازاي حيكون التعامل والتنسيق ولازم حيكون فيه تنسيق لازم حيكون فيه تعامل لازم حيكون فيه تواصل ما بين مدير فني منصب المدير الفني لكرة القدم المصرية وما بين رئيس اتحاد المصري لكرة القدم هل معالي الوزير دكتور اشرف صبحي هيكون منجود فيه الاتصالات اليومية ما بينهم الله اعلم خلينا نشوف اللي هيحصل خلينا نكمل يا شباب ثامنا هناك اتجاه بان يقود محمد يوسف منتخب مصر الاول في دورة الامارات الودية والمقرر لها في مارس المقبل بمشاركة منتخبات كرواتيا تونس نيوزيلاندا خصوصا في ظل الرفض الاتحاد المشاركة المنتخب الولمبي بقيادة مدربه ميكالي كونه العقد الذي وقع والاتحاد المشاركة في البطولة ينص على مشاركة المنتخب الاول في هذه البطولة الودية دورة الامارات الودية مقرر ان هي تتلعب في مارس طيب هذا كل ما لدينا فيما لوصل بالكواليس الخاصة بالسفيهات المطروحة لاختيار احد المدراء الفنين لتولي المسؤولية خلونا جماعة طيب نروح للتقرير وهذا التقرير هو بعنوان رسالة لمن يهمه الامر تاني تقرير بعنوان رسالة لمن يهمه الامر ايه اللي احنا بنحاول نوصله من هذا التقرير ان احنا بنقول من سنة 2011 بعيدة اقالة كابتن حسن شحاتة وتعيين بوب برادلي تمام قبل من ما نتكلم فيه التفاصيل عايز بس اتكلم على المرال بتاع هذا التقرير هنقول هم البدربين الاجانب اللي تولوا مسئولية الادارة الفنية لمنتخب مصر كانوا بياخدوا كام وصلونا لايه ونظراء هم كانوا بياخدوا كام ووصلونا لايه نبدأ ببوب رادلي بعد حسن حسن كابتن حسن شحاتة تولى المسئولية ادارة المنتخب المصري من 2011 لغاية 2013 الرجل ده كان بياخد كام كان وعلى فكرة الرجل ده كان مدير فني انا شايفه من افضل المدراء الفنيين الذين تولوا مسئولية منتخب مصري وكان وكان قبل كده لو تفسكروا كاس العلم للقرات المنتخب مصري عمل فيه اداء ولا اروع مع كابتن حسن شحاتة ولعبنا تقريبا ماتش عمرنا مع البرازيل وماتش عمرنا مع ايطاليا وجنا تغلبنا من منتخب الولايات المتحدة الامريكية تقريبا تغلبنا خمسة واحد حياة كده تقريبا يعني المدير الفني اللي كان بيماسك الادارة الفنية للمنتخب الامريكي هو كان بوب رادلي تمام بعد ما خرجنا من كاس العلم للقرات تعاقدنا مع بوب رادلي تمام طيب الرجالة بيفكروا يقول لي 3-0 طيب بوب رادلي من 2011 ل2013 كان بيتقاض 486 ألف دولار احنا على فكرة هنرجع للسلايد ده يا شباب تاني ماشي بس خلونا نقول بس دلوقتي مين المدراء الفنين الأجانب اللي تولوا مسئولية نتخب مصري من 2011 لغاية دلوقتي وكانوا بياخدوا كام كلفوا خزينة اتحاد الكرة كام مليون دولار هكتور كوبر من 2015 ل2018 وده تقريبا اكتر مدرب عاش معانا هكتور كوبر كان بيتقاض والارقام ده هنا على فكرة الأفريج المتوسط ليه انا بقوله الأفريج المتوسط عشان ده ممكن تكون الأرقام اللي بدءوا فيها يعني ده بداية التعاقد يعني مثلا واحد زي هكتور كوبر كان من ضمن العقد بتاعه ان هو لو تم التأهل لكأس الأمم الأفريقية هيتقضى مش عارف فيه نسبة زيادة فيه الرتب بتاعه الشهري او السنوي العقد بتاعه ولو تأهل لكأس العالم هيبقى فيه مكافأة وفيه زيادة فيه نسبة برسنتج يعني من العقد بتاعه وده اللي حصل فعلا فالأرقام اللي منجودة دي أرقام تقريبية تمام طيب هكتور كوبر كان بيتقاضى تقريبا مليون ونص مليون ونص دولار خفيير أجيري من 2018 ل2019 تقريبا برضو كان بيتقاضى مليون ونص دولار كارلوس كيروش من 2021 2022 كان بيتقاضى عن الفترة اللي هو كان فيها الرقم ده يا جماعة عايزين نتأكد منه ما اعتقدش كان 178 ألف دولار لا الرقم ده عايزين نتأكد منه في الشهر تمام مليون ونص في السنة هكتور كوبر مليون ونص في السنة خفير أجيري مليون ونص في السنة كارلوس كيروش 178 ألف دولار في الشهر روي فيتوريا من 2022 2024 كان بيتقاضى 2 مليون 160 ألف 2 مليون دولار و160 ألف تمام دي الرواتب بتاعة مين بتاعة المدراء الفنيين الأجانب اللي كانوا بمرنوا منتخب المصري زي ما قلنا من 2011 لغاية حتى تاريخه نروح بقى للسلايد اللي بعدي نشوف مثلا في كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية مين اللي كان رواتب مدربين ومنتخب نص في نهاية كأس الأمم في 2023 أنا كنت عايز ده آخر سلايد بس مش مشكلة طيب دول خلاص دول المدربين دول اللي هم المنتخبات بتاعتهم بتلعب دلوقتي في المربع الزهبي لكأس الأمم الأفريقية مدرب كونجو ديمقراطية بيتقضى 25 ألف دولار طبعا اللي راتب بدين في الشهر تمام هوغو بروس مدرب جنوب أفريقيا بيتقضى 60 ألف دولار بيسيرو مدرب نيجيريا بيتقضى 75 ألف دولار معلش نقارن نرجع تاني معلش في السلايد اللي قابليها هو روي فتوريا كان بيتقضى كام 160 لما تيجي تقسمهم على الشهر شوف الفجوة الزمنية ما بين المدير الفني وما يتقضى وما يحمله أو يتتحمله خزينة اتحاد الكرة المصري هو بين المدربين اللي المنتخبات بتاعتهم دلوقتي بتلعب في المربع الذهبي لكأس الأمم الأفريقية حلو حلو نرجع جماعة للسلايد اللي بعدها طيب احنا قلنا خلاص ما عليش نمشي اللي بعد احنا عندنا مدرب هيرفي رينارد هيرفي رينارد هو كان مدير الفني للمنتخب الزنبي الذي فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية صححوني صححوني يا شباب كانت تقريبا 2012 صحي كده 2013 كان 2013 مع سنزامبيا كان بيتقاد كام يا جماعة 10.000 دولار 10.000 دولار شهريا قارنوا بقى لو تفتكروا ببوب برادلي كان بيتقاد كام تمام اللي بعديه هوجو بروس الكاميرون كاميرون فاز بكأس الأمم الأفريقية سنة 2017 لو أنا فاكر وبرضو الشباب تصحح لي كان بيتقاد كام 22.000 دولار شهريا قارنوا بيئة المدير الفني اللي كان ماسك ساعتها عندنا في مصر تمام اللي بعديه جمال بالماضي الجزائر كان بيتقاد 230.000 دولار شهريا وده أعتقد من أعلى المدربين الفنيين مقررة بيئة عندنا في مصر اليوسيسي كان بيتقاد 240.000 دولار شهريا أو 40 40.000 دولار هنا في خطة غلطة مطبعية ما فيش مشاكل 40.000 دولار شهريا شوفوا ودول مين دول المدراء الفنيين اللي فازوا مع المنتخبات بتاعتهم بكأس بكؤوس الأمم الأفريقية شوفوا يا جماعة احنا دفعنا كام وإندد أب والنتيجة إيه وهم دفعوا كام والنتيجة كانت إيه وإحنا ما زلنا مصممين مصممين إن إحنا نسير في نفس الركب نسير في نفس المسار إحنا مصممين إحنا مش شايفين قدامنا إلا حل واحد نشيل ده ونحط ده وبس اتعشت منذ حتحل الحمد لله ومروحه خلاص إحنا كده هناخد كأس الأمم الأفريقية القادمة وحننافس على المربع الذهبي في كأس العالم 2026 يا جماعة حنيجي هنا ونعيد الكرة ثانية نروح لأخبار أخبارنا عندنا أخبار النادي الأهلي عندنا أخبار نادي الزمالك نبدأ بأخبار النادي الأهلي كان مبارح فيه سجال وكان بنشوف مين الحارس اللي حيكون مع كابتن شوبير كان فيه يعني أقويل أقويل حارس مرمى الداخلية ما علمه ما علمناه من قبل مصادرنا في رقم 10 أن الزنفلي سيحصل على راتب قدره 3 مليون جنيه خلال فترة عارضه بنادي الأهلي سيسدد الأهلي لنادي الداخلية مليون ونصف المليون قيمة الإعارة ولو أراد شراء الحارس بشكل نهائي يسدد ليه الداخلية 5 مليون جنيه وعلى فكرة فيه فيه لغط وفيه خناءة هو اسمه الزنفلي ولا الزنفلي بس أنا تقريبا أنا استقصيد الموضوع وهو اسمه الزنفلي أعتقد على أي حال لسه مكملين لسه مستمرين في أخبار لنادي الأهلي دارة نادي الأهلي أغلق بقى ملف رحيل محمد عبد المنع مدافع الفريق إلى نادي القطر القطري في أمريكاة والشتوي الحالي باب القيد في الدولة القطري بيخلق غدا يوم الاثنين ومن ثم تقلصت فرص مدافع نادي الأهلي أنه هو يرحل عن النادي إلى النادي القطري المصادر بتاعتنا داخل النادي الأهلي قالت أن محمد عبد المنع مستمر في النادي الأهلي لنهاية الموسم لن يرحل إلى نادي قطر القطري لست مستمرين في أخبار النادي الأهلي خلونا نتمن على كابتن علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اللي هو بينتظم في الميران الجماعي للفريق اللي أقيم صباح الأحد على ملعب التتش بي الجزيرة الدكتور أحمد جبل طبيب الفريق قال أن معلول تعافى كثيرا من أثار نزلة البرد اللي كانت أبعدته عن الميران الجماعي زي ما قلنا مبارح كمان طبيب النادي الأهلي بأوضح يعني أن اللاعب انتظم فيه فقرات الميران الجماعي بشكل كامل بعد حسن حالته وتلاش عراض نزلة البرد طيب لسه برضو مستمرين في أخبار النادي الأهلي كابتن أحمد عبدالقادر لاعب نادي الأهلي بيبدأ بقى مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة في العضلة الخلفية اللي لحقت بيه مؤخرا وكابتن أحمد أو الدكتور أحمد جبالة دكتور وطبيب الفريق قال أن عبدالقادر بدأ النهاردة مرحلة الجري السريع في التتش هناك تحسن كبير تقدم فيه برنامج العلاجي والتأهيلي في الإطار ذاتي قال جبالة أن وسام أبو علي لعب الفريق الجديد بدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل في الجيم النهاردة علشان يتخلص من الإصابة اللي كانت لحقت بيه في العضلة الخلفية نحن لسه مستمرين كمان في أخبار لنادي الأهلي النادي الأهلي بيأخذ مباراة ودية أمام فريق سموحة عصر عصر يوم الاثنين اللي هو بكرا إن شاء الله الساعة الثالثة عصرا على استاذ القاهرة الدولي ده ضمن استاذات الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزيري في دوري أبطال أفريقيا اللي هي إن شاء الله هتتلعب يوم 16 فبراير اللي جاي طيب أعتقد دي كل أخبار لنادي الأهلي خلونا نروح لقلعة البيضاء في مصدر لنا في داخل أسوار القلعة البيضاء أكد أن أصابة الوينش غير مطمئنة منذ إجراء التشخيص المبدئي وشدد أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي نادي الزمالك عفوا بتنتظر إجراء اللاعب للأشعة النهائية بمجرد زوال التورم اللي كان فيه الرجبة عشان يبقى التشخيص بشكل نهائي من قبل طبعا دكتور الفريق فريق الزمالك دكتور محمد أسامة التشخيص النهائي بشأن الأصابة اللي اتعرض لها كابتن محمود الوينش مدافع الفريق لم يصدر حتى لقام من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أي حاجة بشأنها هو يرفض الجهاز الطبي أنه هو يتعجل في مسألة إصدار القرار الدقيق أو التقرير الدقيق بشأن الأصابة بنسبة بنسبة مية في المية فور إجراء الأشعة النهائية اللي هي بمجرد ما يتم إجراء هذه الأشعة سيعلن أنها دي عن حجم الإصابة اللي تعرض لها الوينش إدارة رقم طبعا واحد ألف سلامة على كابتن الوينش مدافع مهم ومجتهد ويعني فارق في خط دفاع نادي الزمالك ده رقم واحد رقم اثنين شابو لإدارة الملف هذا الملف من قبل المسؤولين في نادي الزمالك لسه مستمرين في أخبار نادي الزمالك بيكشف مصدر بنادي الزمالك عن تفاصيل التفاق مسئولية القلعة البيضاء مع الجنع عشان يضم كابتن أحمد حسام مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية علشان تدعيم صفوف الفريق الأبيض احنا كنا نتكلم نبارح ان احنا نتكلم على عشر صفقات نادي الزمالك استقدمهم من الاندية سواء الاندية محلية او صفقات انتقال خارجية المصدر بتاعنا اكد ان الاتفاق بينص على انتقال اللاعب على سبيل الاعارة لنادي الزمالك مقابل حصول فريق الجونة على 3 ملايين جنيه طبعا معوجود بند بحقية نادي الزمالك في شراء اللاعب مقابل 7 مليون جنيه وده في نهاية فترة الاعارة كمان الاتفاق بينص على حصول نادي الجونة على 2 مليون جنيه كحوافز اضافية حال تتويج اللاعب مع نادي الزمالك ببطولتي الدوري وكأس مصر في نفس الوقت بتمسك الجونة بالحصول على مليون جنيه من الزمالك عبارة عن مستحقات متأخرة للنادي من انتقال نور السيد للزمالك الانتقال له وتفتكره في 2012 طيب خلونا نروح فاصل ونرجع للناقدين الرياضيين كابتن احمد عادل وكابتن محمد الصائغ فاصل ونواصل اهلا بكم رجعنا لكم مرة تانية بيسعدنا وشرفنا وبينورنا النقدان الرياضيين هنا في الستوديو كابتن احمد عادل برحب بحضرتك اهلا بحضرتك واهلا بسادة المشاهدين اهلا برحب نقدم لهم وجبة جميلة كده في نهاية الليل ان شاء الله بإذن الله وكمان معنا كابتن محمد الصائغ اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بسادة المشاهدين احنا عندنا تفاصيل كتيرة كلام كتير ويا رب بس نلحق نغطي كل كلام عندنا اتحاد الكورة كواليس تعيين واقالة اقالة روي فيتوريا وتعيين كابتن محمد يوسف وكمان ملف المدراء الفنين الجدد وكمان عايزين نتكلم على الموضوع بتاع الاكاديميات اللي هو الدوري بتاع الاكاديميات المزمع انشاؤه ده رقم واحد وكمان عايزين نتكلم كلام مهم عن صفقات نادي الزمالك رأيك فيها ايه مين الصفقة اللي انت متوقع انها تنور مع نادي الزمالك في الفترة القادمة دي مقدمة رائعة جدا انت حابوا تبدأ ويا جمعا اللي انت عايزة حضرتك طيب نبدأ باتحاد الكورة اه اولا ده هو ده يعني حديث السياح اه مصيبة المصائب اتحاد الكورة قرر الحمد لله نوياته صفحة تروي فيتوريا وقرر ان هو يستعين بكابتن محمد يوسف مش فترة انتقالية لا ده هو يعني حيكون قائم بأعمال مدير الفني المنتخب المصري فترة انتقالية وحيكمل مع كمدرب مساعد مع المدير الفني اللي حيتم استقدامه شايف المنضوع ده ازاي اه في البداية انا عايز اقول برطل ان فكرة اقالة تروي فيتوريا قرار صائب جدا مدرب او احنا كنا جايبينه كمشروع لالفين ستة وعشرين ولكن هو لم ينجح في الاختبار الاول اللي هو فكرة بطولة ام افريقيا ماينفعش منتخب مصري يخرج من دور الستاشر فبكل تأكيد ان اتحاد الكرة عمل القرار الصح خد القرار الصائب لانه لو كمل كان يبقى فيه غضب جماهير كبير جدا من الشارع المصري وكمان هيتكلمه عن فكرة انه لو اخفق فيه كاس العالم هيقوله طب ما احنا كنا ماشينا من الاول ففكرة رحيل روي فيتوريا قرار صائب جدا من اتحاد الكرة نجي نتكلم عنك وليس قرار اقالته هو كان فيه اجماع من غالبية اعضاء اتحاد الكرة من بعد مباراة الكنغو على اقالة روي فيتوريا يمكن حصل مشاورات ما بين اعضاء اتحاد الكرة سواء على اتصالات تلفونية او جروب الواتساب الخاص باعضاء المجلس وتم الاتفاق على رحيل واقالة روي فيتوريا لا بس اسمحلي بس استوقفك هنا ان احنا معلوما اللي كانت عندنا امبارح ان سيد جمال علام رئيس الاتحاد والسيد درندلي النائب وكابتن حازم امام التلاتة كانوا مصرين حتى امبارح على ان الراجل يستمر من فكرة استمرار فيتوريا في النهاية ده قرار مجلس ادارة بالاجماع لازم بيتاخد اجماع اعضاء المجلس وفي النهاية بيتاخد القرار باجماع اعضاء المجلس او باجماع الغالبية تمام فتم اتخاذ القرار وفقا لغالبية الاعضاء رأوا انه هو ضرورة رحيل روي فيتوريا تمام فاجي بعد كده فكرة التعيين لكابتن محمد يوسف كمدرب للمنتخب كابتن محمد يوسف اللي عايز اقول لحضراتك انه كان مرشح مع روي فيتوريا في البداية خالص انه يتولى منصب المدرب العام في المنتخب ولكن روي فيتوريا رفض تولد كابتن محمد يوسف لمنصب مندرب العام شاف انه هو مدرب كبير في السن فمش يعرف تتعامل مع اللعيبة ده كانت رؤية روي فيتوريا مش عرف تتعامل مع اللعيبة خصوصا انه كان مدير فني النادي الاهلي وخاد معاه دوري ابطال افريقيا فرفض فكرة انه هو يجي كابتن محمد يوسف فكابتن محمد يوسف خيار مطروح على طولة مجلس ادارة ابتحاد الكرة من بدري فكرة روي فيتوريا والشرط الجزائي هو ده كان العائق الوحيد الخاص بروي فيتوريا روي فيتوريا يمكن بياخد صافي ردبه 180 ألف دولار هو كان بيحصل على 120 ألف وال60 ألف دولار بيتم توزيحهم على المعاونين اللي معاه تمام في اقتراحات اتعرضت على روي فيتوريا اجراء بعض التغيرات على الجهاز الفني سواء مدرب الحراس سواء رحيل بعض اعضاء الجهاز الفني مع امكانية اضافة او ضخ عناصر جديدة ليتم استمرار الجهاز الفني مع تخفيض راتبه ولكن الراجل رفض كل المحاولات تمسك بالحصول على الشرط الجزائي الخاص به بشكل كامل جدا ورفض نهائيا فكرة ان هو يخفض راتبه خالص واثر ان هو ياخد راتبه كاملا هو لم يحصل على راتب شغل يناير حتى الان خلينا خلينا اتكلم في النقطة دي سواء احمد دلوقتي تم تعيين لجنة هذه اللجنة من قبل طبعا اتحاد الكورة النهاردة في الاجتماع هذه اللجنة مسؤولة عن المنضوع اللي احنا احنا نتكلم فيه احنا نتكلم فيه لا لا انا نتكلم عن المنضوع اللي هو ادارة مشكلة او ازمة مستحقات شرط الجزائي بتاع رويفيتوريا شايف هاللجنة دي هتنجح في وسط ان الراجل متمسك طب بيرحصل على كامل اشارة الجزائي طيب اقول لك حاجة انا عندي معلومة هو كده حلو ان كابتن حازم امام حاليا بيجتمع مع رويفيتوريا بحضور وكيله سامير عبدالتواب سامير عبدالتواب صديق شخصي لكابتن حازم وهو اللي كامل جايب برشح رويفيتوريا فهموا حاولة لإقناعه بالحصول على نص مستحقاته وزي ما انا عرفت ان السيد محمد انه وليه ثلاثة شهر غير الشهر غير شهر ياناية غير شهر ياناية شهر ياناية ده اوتوماتيك هياخده هو بحاولة دلوقتي انه هما يدوله ياما شهرين ياما شهر ونص يعني نص الشرط الجزائي وهو اعتقد ان الراجل ممكن يوافق خصوصا انه عنده عرض من احد الاندازة السعودية تقريبا الشباب ده اللي وصل لي انا اعتقد ان وعلاقة كابتن حازم بفيتوريا تسمح انه يكنه بالتنازل عشان خصوصا انه محققش الهدف المطلوب ونشايف الرأي العام في مصر لا يتقبل استمراره طبعا انا عايز اسأل سؤال والسؤال ده بيدور صراحة في الهان كان في معلومة ان قبل اول ما اتطرح اسم يعني اتطرح اتجاه لابعاد فيتوريا تم طرح اسم ميكالي واعتقد ان هنا في البرنامج تم ذكره ده حقيقا ميكالي مرتبه سبعين الف دولار راجل وطبعا يعلم بواطن الكرة المصرية باعتباره ان هو المدير الفني للمنتخب الالومبي لكن هناك من رفض الكلام ده ساني لا ساني واحد هو بس مش بس ميكال الراتب بتاعه سبعين الف يعني منت عندك انا بكتبع المنتخب المنتخب المصريين اللي موجود في مصر يعني ومتاح ومن السهل ان انت تعتمد ليه بسهول انت عندك جيسابر خمسة عشرين الف دولار عندك بي سيرو خمسة وسبعين الف دولار هو هو طريقة الوحيد اللي مرتبه يتقارب مع منتخب مع منتخب مصر وليد ركراكي وينه وليد ركراكي ده راجل اللي وصل بفريقه اللي نهائي كاس العالم وحق المركز الرابع فوضع طبيعي انه يكون مرتبه كبير ونفس الوضع بالنسبة للمدير الفني بتاع الجزائر ما هي ما هي ما لهاش تفسير الا تفسير واحد ان اتحدى مصر لكرة القدم عنده من الكرم انه هو يدي هذي الرواتب للمدرق الفنيين بس هو يعني برضه عشان نعذر الناس ما هي دي مستوى الرواتب في مصر يعني ايه يعني هو يعني هو مستوى الرواتب في مصر ازاي كان بياخد كده كان بياخد 220 ألف دولار المدير الفني كولر المدير الفني الحقيقي بياخد في نفس الرنج ده من 180 ل120 ألف دولار انا هزيقول لحديك بس حاجة بالطول يا نفس القصة كان معروض عليه في الاهلي اكتر من كده انا ايسف معلش هم قبل ما بيجوا هنا اطمع عالفين انت راح فين وايه سوقك هنا ده فيتوريا خفض راتبه اصلا لمية وعشرين ألف دولار لان هو كان بياخد مع النصر السعودي اكتر من كده انا لا لا انا ما قرنش طبعا انا ما قرنش بس انا بقولها خفض راتبه عشان وافئ ان هو عقده يستمر اربع سنوات لألفين ستوى عشرين انا بتكلم في حاجة تانية انا بتكلم لما بيجي اقارن مدرب في القارة السمراء بمدرب في القارة السمراء يعني طالع من نادي او فريق في قارة في افريقيا جاي الفريق تاني في افريقيا لأ في جاب كبير جدا جاب كبير بس انا ازال حضرتك نقطة مهمة بس واحدة مستويات الراتب يعني حباك مقارنة المقارنة ما بين الرواتب المدراء في المنتخبات الأفريقية تعديدا يعني فعلا مكررة ظلمة لأنه هو كمان بينزل أنه أنت جاي الدور المصري أو جاي منتخب مصر لفل مختلف خالص يعني ما احترامي هو مدرب جنوب أفريقيا ده كتيره مطلوب منه أنه يوصل دور التمانية واشكرك على كده أو حتى الراجل بتعراج مين جنوب أفريقيا؟ أي مدرب من المنتخبات الأفريقية ما دي كده يعني هم سقفة محاطهم يختلف عن سقف وطموحات طب أنا عايز أقول حاجة واعذروني يعني مدام كده 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 بالورقة والألم زي ما كنا بنستعرض يعني من شوية ومنها 13 سنة والدفع الملايين دي كلها وفي الأخير كده كده بنرجع لنفس النقطة ها إحنا منلف بنرجع نفس بعد كده يحصل إخفاق بعد كده نطلع عن الجماهير الغاضبة وبعد كده الإعلام يتكلم وبعد كده نرجع نشيل مدير فني لامتصاص وهي نفس الدائرة بما إن كده كده حندوره بنلف في نفس وإحنا ما فيش عندنا أي نية حقيقية إن إحنا نعالج المنضوع من أصوله من جذوره خلاص طيب ما نجيب مدرب وطني على قد الإيد وما نرميش كل الفلوس دي أنا بس عايزة أوضح نقطة لحضرتك في فكرة إن لما التحدي الكرة بيفكر إن هو يتعاقد مع مدرب أجنبي خلينا نتفق إن تموح منتخب مصر لما بيدخل بطولة زي بطول الكاس الأمة الأفريقية هو هدفه إن هو يفوز بالبطولة يوصل للنهائي فده بيخلي الاتحاد الكرة بيفكر في مدرب كبير مش هينفع يجيب مدرب زغير في أفريقيا منفعش المغامرة ويغامر بيه لإن ساعتها هيقابله بغضب جماهيري كبير جدا في النهاية فيتوريا مدرب كبير وفيتوريا في المرتشاط الودياء اللي أخذها مع المنتخب لم يخسر سواء مباراة واحدة لها مباراة تونس كان في بطولة الكراهيب جدا وسوق توفيق في بطولة كاس الأمة الأفريقية عشان الرتوبة طبعا ده سبب من دمن الأسباب وده للراجل كتب في التقريب بتاعه أن الرتوبة سبب من دمن الأسباب لكن مش الرتوبة بس برضو خلينا أقول لحضرتك رتوبة ديين على متخب مصر بس بس فيه المنتخبات التانية متعودة تقول المنتخبات العربية على فكرة المنتخبات اللي إنت حدق بقول إن هي متعودة عليه ديان كلها لناصر بتاعتها بتاني عبره في أوروبا فين المتعودين عليه لا بس فيه فيه منتخبات متعودة على الليها يعني مثل زي فارق جنوب أفريقيا سندونز بيلعب هناك فواخد على الرتوبة واخد على الأجواء دي كلها ده عامل من ضمن العوامل أنا ما بقولش إن ده سبب الرئيس والسبب ده لا يغفر للروي فيتوريا إنه هو خروجنا من دور الستاشر يعني ما بعلقش الشماء على الرتوبة لا ما قلتش كده بس أنا بقول ده سبب من ضمن الأسباب إنه هو خلى فيه تراجع لأداء منتخب مصر فيه حالة من الرعونة في الأداء في أداء منتخب مصر بسبب طبعا درجة الحرارة لكن في النهاية منتخب مصر برضو لما يجي يجيب مدرب أجنبي مش هيدور على مدربات درجة تانية بالعكس وهيدور برضو على مرتبات اسمها كبير جدا في أفريقيا أو في أوروبا بشكل عام ولكن هيبقى في تخفيض للراتب مش هيبقى الراتب بيوصل للمبلغ اللي كان بياخد روي فيتوريا لا هيبقى فيه تقنين بشكل كبير جدا فيه عملية الراتب خصوصا في ظل صعوب التوفير للعملة الدولارية على اتحاد الكورة وهيكون فيه كمان تقنين فيه عدد أعضاء الجهاز الفني خصوصا بعد تعيين الكابتن محمد يوسف في الجهاز وجود الكابتن محمد يوسف في اتحاد الكورة عنده دورة ودية في شهر ثلاثة حضرتك استعرضتها وقلت أنه عند دورة ودية فبالتالي لازم يبقى فيه شغل وفيه استعدادات من دلوقت المدرب اللي هيجي هو قصة المدير الفني في خلال شهر هتكون خلصانة بإذن الله محمد عامل إيه؟ الحمد لله جاي استيفي بتاعه عرائع جدا وكبير جدا وعريض جدا وبياخد ألف مليون دولار وجيه عندنا خد عشرة دولار ونصف في الشهر هل أنت تتوقع أو ترجو أو تأمل أن هذا المدير الفني اللي جاي لنا من الفضاء هاعمل حاجة مع الفريق اللي منجود حاليا منتخب مصر مطمع لأي مدرب فهيكون عايز يعمل حاجة ها مقاومات المنتخب مصر يمتلك كل المكاومات اللي تأهله الفتوري محمد صلاح وحجازي ومرموش لأنني لعبة كلها بتلعب في الدوريات الأوروبية فهو مطمع لي أنه هو يقدر يعمل حاجة ويقدر نوعي حق مش عايزين نيستجروب تروي فيتوريا أن هي فشل للمدربين اللي جايين لا 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 أنا ما بقيتش نحن كنا وصيفة بطولة من الفاسة أنا كنت بقيسة جامعة من 2011 مش من مش من يعني لو إحنا كلنا الفقر إحنا كنا نتكلم فيها دي لا هو منضوع من 2011 واستعرضت كل المدربين والمدراء الفنيين وكانوا بياخدوا كام وعملوا إيه فالمنضوع مش روي فيتوريا خالص تماما لا أو منضوع منظوم لو الواحد عايز يستعرض المنضوع بشكل أوسع الاسكوب بتاعه يعني يكون أوسع لا بيستعرض على خلال فترة زمنية معينة وبتعمل تقييم للأداء ده ألف به إدارة ده صح جدا ده ألف به إدارة يعني سنة أولى إدارة هو بيعمل كده بيعمل التارجت وبيعمل المايل ستون عشان يوصل لتارجت وبعد ذلك كل شوية بيعمل تقييم للمسار بتاع والترك بتاع أو ماشي صح أو ماشي غلط فإحنا عملنا إيه من 2011 من 2011 من بعد حسن شحياتها عملنا إيه إيه الإنجاز اللي إحنا عملناه اللي نفتخر بيه إحنا ما زلنا ما زلنا بنبكي على 2004 أو 2006 2008 و2010 على إيه تحال مش هل بس الكلام ما ياخدناش والواحد يعني للحديث شجون الواحد مكلوم على إيه تحال خليني نتكلم في نادي الزمالك وعد كي نرجع وأنا شايف دي بريقة أمل في منضوع الأكاديميات على يعني على وعسى إن إحنا نجد فيها ضلطنا المنشودة في النشأ الصغير الأجيال القادمة يا رب يا رب إن الملايين اللي إحنا بيتم ننفقها على حبة الكريز إن إحنا ننفقها ونستثمر فيها لأولاد الصغيرين دول عشان هم اللي بعد خمس سنين وعشر سنين هم اللي حيبقوا أجيال خمسين وستين وسبعين سنة بنشوف إحنا من حقينا نفرح على فكا أكيد طبعا طبعا منتخب مصر منتخب كبير لا طبعا منتخب مصر منتخب كبير وأنا وأنا زعلان وجمال المصرية زعلان وأنا وحضريك زعلان كل زعلان طبعا ما فيش شكل لكن قدر الله مش أفعل مش عايزين نبكي على اللي فات عايزين نبقى خلاص خطوة ونبني بقى في اللي جاي يعني ده اللي إحنا المفروض نفكر فيه ونتعلم من أخطأنا وجود الكابتن علاء نبيل كمدير فني للتحاد الكرة عليه واجبات مهمة جدا عليه شغل كبير جدا لازم يخطط لازم يخطط لازم يخطط منتخبات يعني شغل بتاع التحاد الكرة ده عليه عامل كبير جدا في تنصيق بين جميع المنتخبات ورؤى المباريات الوديعة اللي جاية فعليه شغل كبير جدا وده بداية الإصلاح للفترة اللي جاية هو ليه جابتسكريبشن واضح طبعا 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 يعني ها ان شاء الله ان شاء الله هو يكون بداية التصحيح المصار في المنتخبات المصرية بإذن الله طيب نبقى شوي على الزمالك قبل نرجع نتكلم على منضوع الدول الخاص بالأكاديميات نادي زمالك ما شاء الله الفترة دي فايق رئيس مجلس إدارة أو إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك الله هو أكبر ما شاء الله يعني تاتشود ماشي بخطة سابتة الراجل كل الوعود اللي هو يعني كان قطعها على نفسه وفق بيها وفي حالة كده نادي زمالك عمل حالة كده ايه رأيك فيه الصفقات بتاعت نادي الزمالك الحالية طيب بداية كده اسمح لي ان انا نطلق على الكابتن حسين لبيب جده المجال طبعا هو دلوقتي ملك السوشيال ميديا طبعا دلوقتي الناس كلها كوميكسيات كلها بتقول ان الكابتن حسين لبيب هو دلوقتي ممكن يجيب اي صفقة تحلم بيها الزمالكي الزمالكيو احلموا بيها وممكن يجيبها له حتى بقيت تلالك كوميكس ايه ده احنا بقلنا ثلاث ساعة ما جب نفسه فقط ايوه وقدين تلك كوميكس تلين لو تفتكر على ذلك ان جايبين لأقصى حد خصون طبعا بصفقة الكارن الحقيقية عبدالله السعيد حقق حلم جمهور الزمالك منتظره من ست سنين في انقسام على صفقة كابتن عبدالله سعيد قيمة قامة كبيرة اسم كبير اميج اه طبعا اميج بيج وشخصية انقسام بها على اه ما بين جمهور عرفتك نادي الزمالك اه المتوقع من الأداء كابتن عبدالله سعيد في نادي الزمالك خط وسط نادي الزمالك تشايف هيودي الفريق اللي غاد فين لا هو عبدالله سعيد مش كصة خط وسط عبدالله سعيد فعلا بلاي ميكر نموذج لللاعب المحترف يعني المختلف ولا محترف المحترف والمختلف خلان نتفق يعني مختلف في كل حاجة مختلف في أخلاقياته يعني رغم كل ما أسيرة من مشاكل مع النادي الأهلي ما سمعناش عبدالله سعيد خرج مرة بتصريح يرد على حد الناس اللي انتقدته لما غادر الأهلي ويفضل يروح الزمالك وبعد كده أهلي جده وبرامدز الدفع الجماهيرية وبردين أعتقد أنه شعر أنه خلال الفترة اللي فاتت برضو قيمة عبدالله السعيد هو يشعر بنفسه كلاعب كبير هيختم حياته بدون لحصول ملامسة البطولات أو ملامسة الصعود على منصة التطويج أنا شايف أنه عبدالله السعيد ده أسكال عيف في الكرة المصرية قدر أنه يستفاد من نادي الأهلي ويحقق بطولات قدر أنه لما مش من نادي الأهلي والمشكلة اللي حصلت استفاد لما سافر السعودية واستفاد من التركي الشيخ وكمان رجع على راحل دور الفنلندي وعلى كده رجع على بيرامدز قدر أنه يكسب ويحقق مقابل مد كويس جدا وبعد كده 37 سنة عبدالله السعيد فخلاص كبير وموسم وموسم ونص كمان فأراد أنه يختم مشواره ويقول موسم ونص قبل التججيب وموفقة الترفيين أراد أنه يختم مشواره في وجود ظهير إعلامي وظهير جمهيلي قوي طيب دلوقتي في نادي الزمالك جاب فريق على فريق تمام هل ده يعني في قوام فريق كان من جوت في نادي الزمالك بس كانت في مشكلة المجموعة كانت لا تركلت محجم هير الزمالك شدت مكلم حاجة تانية فحضاك فاكرة أنا في آخر حالة قلت لك في مجموعة جمهور الزمالك مش متقبل لوجودها في النادي وبالفعل تم التخلص منه جميعا يعني في لعيبة كانتش ما كانتش تستحق إنها ترتدي كوميس الزمالك تمام السؤال بقى بتاعي النادي الزمالك جاب فريق تقريبا نحن متكلم في عشر صفقات وفي صفقة النهاردة تقريبا في محاولة لإنهاء أحمد حسام من البونة رغم إعلان نادي الزمالك أو إعلان أحمد سالم المتحدث الرسمي لزمالك أغلق باب الملكاتو لكن أنا مؤكد لحضرتك إن مازال هناك محاولات للتعاقب مع محمود الأسود لعب الكرامة السوري وأحمد حسام أو أحمد خليل كلوشا لعب مدافع أمبي بس ده ما أصعب المنال أمبي متمسك بي وأعتقد أعتقد ما قيل لي يعني إن كمان محمود الأسود اللاعب السوري برضه أعتقد صعب شوية إن إحنا يعني هو الخلافات كلها دلوقتي الزمالك عمتا معظم صفقاته اللي أبرمها بيسر فيها على حكتين العارة بنية بنية الشراء والدفع المقابل المادي على أقصات أو على دفعات فدي سبب الخلاف في الجونة وسبب الخلاف مع الكربة السوري وزي ما حالك قلت كده إن في مليون جنيه من صفقة نور السيد نور السيد ده كان لعفة 2012 طبعا 2012 متبقى كان بستة مليون جنيه يتبقى من كلمة الصفقة مليون جنيه ما زالت في علم الغيبية فمسئلة الجونة طلبوا بهم ده عظيم جدا عايزين نرجع نتكلم على دوري الأكاديميات وعايزين نعرف إيه الهدف من الدوري ده وعايزين نعرف إيه ممكن يتم الاستفادة من هذا الدوري قد يكون هو يعني سفينة نوح بالنسبة لي كرة القدم المصري بس خلون طلعوا يا جماعة فاصل ونرجع لكم تاني فاصل ونواصل رجعنا لكم تاني كنا قبل الفاصل كنا نتكلم على دوري الأكاديميات وده الدوري اللي هو تم أخذ قرار بي بإنشاؤه من قبل الاجتماع أو في الاجتماع النهاردة اتحاد المصري لكرة القدم محمد شايف ايه الهدف من انشاء دوري للأكاديميات ده رقم واحد الهدف السن المفروض ان هذا الدوري يركز عليه ويممكن نسفيد منه ازاي طيب خلينا نبدأ انه هو قرار صعيب جدا اللي هو فكرة تنظيم دوري للأكاديميات لازم موضوع يبقى مقنن بشكل أكبر الهدف كمان انه هو يبقى فيه بحث عن مواهب فيه أولاد ما يبقى عندهم القدرة المادية ان هم يشتركوا في الأكاديميات اللي هي الخاصة ويدفعوا قيمة مادية شهرية مقابل اللاعب في الكلام ده اذا هي أكاديميات هتبقى تابعة للاتحاد بشكل مباشر وهذه الأكاديميات هتبقى مجانية لو ما كانتش مجانية اسعارها تبقى رمزية جدا جدا اللي هو يقدر ايحد انه يشترك فيها وانه هو يلعب ويكون فيها اكتشاف للمواهب بشكل أكبر وكمان هيبدأوا يشتغلوا على السن الزغير هشتغلوا عليه الفكرة مش كورة بس يشتغلوا عليك عقلية يشتغلوا عليك جانب بدني يشتغلوا عليه في كل حاجة ده كلها مع النشأ الزغير بناء الشخصية أهم ده مهم جدا ده مش مش أهم يعني جنبا إلى جنب مع ان هو يتمرن تمرينات البدنية أو تمرينات الرياضية بتاعته والمهارات كورة ما بقيتش موهبة بس صحيح فدي لسي كنتكلم على عبدالله السعيد بالضبط عبدالله السعيد لسي هقول نفس المسال ده لحضرتك عبدالله السعيد 37 سنة ومازال بيتمرن بدني بشكل قوي جدا رايح فريق جديد عايز يزبط نفسه فده المهم جدا ان احنا نشتغل على النشأ الزغير من سن 8 سنين وتسعة سنين وعشر سنين هي ده المواهب الحقيقية محتاجين ان احنا نلف في كل المحافظات يبقى فيه فروح في المحافظات بحيث ان احنا يبقى عندنا اكبر قدر ممكن من اللعيبة الصغيرين اللي تقدر ان احنا مع سن 15 و 16 سنة يبدأ ان احنا نسمح لهم بالاحتراف هيسفروا برا ويبقى عندهم العقلية اللي يقدروا فيها يبقى عندنا فيها كذا محمد صلاح يبقى عندنا 10 و 15 و 20 محمد صلاح يكملوا مسارتهم الأوروبية احنا بنشوف دلوقتي محمد صلاح لما مصر بتروح في اي دولة افريقية ازاي بتكون حفاوة الاستقبال محمد صلاح لو برجل واحدة في الملعب المنتخب اي منتخب بيخاف منه اللعيبة بتخاف منه بنشوف ان هو ازاي بيأثر مع منتخب مصر سواء بوجوده سواء موفق فيه اللعبة او غير موفق فموضوع الاكاديميات ده مهم جدا طبعا في عندي مشكلة المشكلة كالتالي قد يحصل ان احنا النوادي تقف حجر عثرة في الموضوع النوادي والمشكلة الازالية عندنا في مصر مشكلة الاحتراف المواهب الناشئة او المواهب الشابة اذا ما قرنت بالتجارب اللي موجودة في افريقيا الشاب والناشئ في افريقيا بيطلع ب3 دولار ونص احنا عندنا بنشوف الناشئ اللي بيلعب فيه نادي فلان او نادي كذا او نادي كذا ده القيمة التسخية وهو ناشئ قيمة التسخية لازم تحت لا يقيل عن 30 مليون دولار هنصطدم بده برضه اكيد فهل الاكاديميات دي هتخرج اللعيبة من بره بره يعني من غير ما يكون ليهم اللي هو مرورا بالنادي انديال محلي اعتقد الموضوع الاكاديميات ما هي مشكلة في الاندية ما هو ما هي المدية لو الاندية حطت ايديها على اللعيبة دية مش هتطلحهم بره انا اعتقد ان الفكرة دي نفس فكرة كابيتانو اللي هو اللي بيمتلك عقود اللاعبين بتوع كابيتانو مصر يا ريت هم وزارة الشباب وزارة الشباب بتنتقي منهم مجموعة ودتهم في ابتعدستان اللي فاتس راهو اسباني انا كنت بتابع مع الدكتور محمود سعر يعني مش هدفة ربحي اه مش هدفة ربحي كابيتانو لا مش هدفة ربحي هتقفل انت تقول ما عليش الفريق انتكو 14 واحد تقريبا اه في المسلمين احنا في المسم التاني لا في المسم التاني انا مش عارف لسه ودوهم فيه المسم الاولاني ودوهم اسبانيا وعملوا معايشات مع اندية هناك اه وفعلا في اندية بالفعل عندها رغبة قبلت رغبتها انها تتعاقد مع اللعيب من خلال النادي وهو اللعيبة دي بتبقى متعاقدة مع وزارة الشباب الرياضة وزارة الشباب الرياضة اللي بتمتلك حقودها حقوق تسويق اللعيبة دي اه كل حاجة اه طب والله فيه اجزاء منهم اتباعت الاندية حتى اللي هما ما راحوش بقى اللي هما الليفل ون اه الليفل تو وليفل سري اه راحوا الاندية سيتي كلاب وزيد وليه الاندية اللي تابعة برضو لوزارة الشباب الرياضة بيلعبوا اعتقد ان ده هيتامل دوريات ما بينهم برضو طب والله ده كلام مشجع جدا حنافية البزنس بشكل غير حادي ده كلام مشجع جدا حنافية البزنس الناشئين دي اه كانت صادمة يعني الحلقة اكيد كل واحد فينا عنده ابنه نفسه يلعبه زي ما قالوا استاذ محمد قال هيصطدم بالبرايفيت بتاع الاكاديميات الخاصة اه يعني وصلت لخمسمائة جنيه وصلت لالاف انا اقول للاسف اندية كان لها اسم في الدوري المصري من ضمنهم المقولين مش سر المقولين بايع الناشئين بتوعه لشركة خاصة او اكاديمية خاصة بتلعب باسمه وتغلب 12-0 تقريبا اه تخيل المقولين تغلب 12-0 من فريق بحلي اه فريق في الدوري اه هو على فكرة المقولين بايع 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 الاسم النيك نيم الاكاديمية لكن الاكاديمية بتلعب باسم نادي المقولين عرب طيب هو يعني فده طبعا يتقفل الحنفية دي هو لي صاحب الاكاديمية دي حق الرد طبعا حقه طبعا بس انا مش بتكلم على كده انا بتكلم على فكرة ان يكون فيه مشروع لتأهيل تأهيل الناس زيان النقطة اللي انت كان انت فيها محمد مقطة مهمة جدا اللي هو التأهيل ما يكونش فقط تأهيل بدني ما يكونش فقط تأهيل رياضي متكلم على من تلتي المنتلتي شخصية ثقافة زي ما كنا من الصعر دي مبارح في تكربة كابفيردي كابفيردي اللي احنا بنشوفه دلوقتي اللي احنا بنشوفه دلوقتي خلاص ده ما ببدأش من يوم وجيلة بدأ بحكتين رقم واحد من عشر سنين خلاص فأول مشاركة في 2013 تمام في كلاس الأمم أفريقية ده رقم واحد ده رقم اتنين هما لعبوا على النقطة بتاعة الشخصية بتاعة اللعيب على ثقافة اللعيب على تعليم اللعيب ده كمان كنا بنتكلم في المنضوع ده امبارح ان فكرة ان هو قابي تمر هو قابي رياضي بس لهو مش عايز يكمل في الرياضة هو ستيل حد متعلم وحد مثقف وحد ممكن ياخد منحة علشان يكمل الدراسة بتاعته في في أحد الجامعات الأوروبية فالمنضوع أنا قصدي هي منظومة طبع منظومة متكاملة كورو الأفريقية التوارد بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة واعتقد ان احنا بدأنا نعلي الكلام ده وبدأنا نفكر انت ازاي ان احنا نبقى زيهم وده اللي شفناه موضوع الأكاديميات والحاجات التانية الكتير اللي هتعمل هيتركز فيها مش على الموهبة بس لا يتركز فيها على الجانب البدني وكمان السقافة بتاعت اللعيب ده بيفرق قوي وده بيفرق في شخصية اللعيب لما بيجبر ولما بيسافر وبيتزاي يتعامل برا مع اللعيبة التانية فده كله هيفرق جدا وهيخلي عندنا عناصر محترفة كتير جدا بدل فكرة تمسك الأندية ببعض العناصر يمكن في بعض الأندية اللي هتسمح للاعبتها بالاحتراف زي المولين مثلا ما شفناه عمر فايد لما احترف امبي برضو بيتكلم عن محمد حمدي ان هو يسافر برا النهاردة شفنا اياد العسقلاني بتاع الاسماعيل بسافر برا موليد 2003 بلعب في روسيا فده اللي احنا عايزين نشوفه خلال الفتر اللي جاية لان ده هيبقى نواة منتخب مصر خلال كاس العالم والبطرات اللي جاية وانا اللي ده لي امل شوية ان دخول شركة تذكرتي والشركة المتحدة في الموضوع فانا اعتقد ان ده هيكون تنظيم وتراسة واهداف محققة اتمنى ذلك يعني شكرا شكرا جزيلا محمد شكرا جزيلا وستحمد عائز شكرا شكرا جزيلا نفواصل يا جماعة ونواصل معنا المحللان الرياضيان محمد جابر وفادي جمال رجعنا لكم تعاني بينضم الينا في الستوديو هنا المحامل الرياضي أستاذ محمد جابر برحب بيك برحب بيك وبرحب بفادي ومبسوطا أنا معاك وكمان أستاذ فادي جمال برحب بيك فادي أهلا بيك وأهلا بكل استاذ المشاهدين وأهلا بأستاذ محمد أهلا بيك حلو الأجواء ده يعني احنا المواضيع اللي احنا نتكلم فيها مواضيع هادية مواضيع لطيفة نتكلم فيه الكان المربع الزهبي نتكلم فيه كاس أم أفريقية نسخة الحالية ازاي نسخة مختلفة ازاي ما بقاش فيه حاجة اسمها مراكز قوة في القرى الأفريقية منتخبات غير مصنفة بتطلع على حساب منتخبات مصنفة ومنتخبات لها اسم وتاريخ في القرى الأفريقية خلنا نتكلم بمربع الزهبي والفرق اللي تأهلت للمربع الزهبي محمد يمكن شوفنا مباراة ناجيريا وأنجولا في دول التمانية كانت واحدة من أقوى المباراة الموجودة وتأهلت ناجيريا على حساب أنجولا بعد فوزها واحد سفر في مباراة يعني منتخب الأنجوليا كان من منتخبات القوايا في البطولة بالمناسبة وكان بيقادي في شكل كويس جدا لكن المنتخب الناجيري من وجهة نظره هو أكثر منتخب تطور جوة البطولة يمكن كانت بداية سهيئة جدا قدام غينيا الاستوائية وتعادل واحد واحد بعد كده قدر أنه يفوز على كوديفور قدر أنه يفوز على الكاميرون وحلان بيفوز على أنجولا بسير المدرب الأسبق للنادي الأهل يعمل معهم بطولة رائعة جدا يمكن كمان عندنا مباراة الكنغو الديمقراطية وغينيا يمكن الفرقتين ما كانوا مش مصنفين أصلا لأنهم ما يكونوا موجودوا في دول التمانية الكنغو بربع تعادلات توصل لدول التمانية منهم تعادل مع المتخب مصر وفوز على المتخب مصر بضربات الجزاء وتعادل مع المتخب المغربي فهو متخب وإن كان مستوى متواضع على المستوى الهجومي ولكنه على المستوى الدفاعي هو متخب جيد إيه لحد ما لقدر أنه يفوز ويكون موجود في نص النهائي كمان كوديفور ومالي كانت مباراة شريقة جدا وكان بيدرها الحكم المصري محمد عادل بالمناسبة كان بعد المباراة حصل هجوم من لعبة متخب مالي عليه ما عرفش ليه بصراحة كان لهم ضرب الجزاء حسب لهم ضرب الجزاء وكان فيه طرد الأحد العيبي كوديفور ولكن لما استغلوا الموقف كوديفور زي ما ممكننا منتكلم قبل هوا يحيي العظام وهي رمين من بعد ما كان خلاص يمكن لحد آخر مباراة فوز متخب المغرب على تنزانيا هم كانوا باراة البطولة أقالوا المدرب بتاعهم وحاليا المدرب المساعد هو الموجود معاهم يدري أنه يقصد سنغال المرشح الأول للبطولة بضربات الجزاء وحاليا هو موجود بهدفين في الديئة تسعين وهدف في الديئة مائة وعشرين في آخر أنفس المباراة قدر أنه يكون موجود في نصف النهائي وأخيرا كان عندنا آخر مباراة كانت جنوب أفريقيا والرأس الأخضر المنتخبين اللي بالنسبة لي كانت مرة ممتعة جدا مباراة ممتعة ورغم منها انتهات سلبية مستمتع جدا بالأداء والهجمات والطريقة اللعب والتخطيط والجمال كرة القدم الفرق اختلفت الفرق اختلفت ومركز القوة زي ما أنت قلت جمعين اختلفت في أفريقيا رأس الأخضر دلوقتي واحدة من أهم الفرق اللي كانت موجودة وإن كانت يعني لو هنتكلم على المباراة بتاع الجنوب أفريقيا مباراة جنوب أفريقيا يعني النجمها الأول هو الحارس وليمز حارس سانداونز اللي قدر أنه يتقلق في المباراة بشكل كبير جدا يمكن عندنا بعض الحالات هنتكلم عنها بعد المباراة التصريح ده يقولك قد إيه الناس ديا بتفكر بطريقة علمية مدروسة المنضوع ما كانش وليد صدفة المنضوع ما كانش ضربة حزن ما كانش يعني اعتباطي إنه هو سد تريب أربعة ضربات جزاء صدفة ضربة ضربة جزاء وهو الحارس الأول في أفريقيا اللي صدفة ضربة ضربة جزاء واخد طبعا من المنة أوف دماتش فهو كان بيتكلم بيقول أنا فضلت أذاكر كل اللعيبة الفريق المنافس والطريقة اللي هم بيسددوا بيها ضربات الجزاء فإنت منضوع مش حاجة بكتوب على أزازة يعني منضوع أكبر من كده الراجل فضل يذاكر كتير ويتمرن كتير على تسديدة لعيب لعيب فالأوتكم النتيجة المحصلة النهائية ده اللي احنا شفناه ده اللي احنا شفناه يعني فأجيين المنضوع مش منضوع وليد صدفة على قيادة حال فادي السؤال هنا اللي احنا كلنا بنسأله ليه البطولة دي بطولة معفرطة ليه البطولة دي بطولة تحس إن هي أنت بتتفرج علماتش وكل التوقعات كل التحليلات بتاعت الخبراء الرياضيين اللي هم عنده كلها تقريبا زهبت سوداء ايه اللي حصل؟ خلانا نقول إن الفرق الإفريقية اللي احنا كنا بنسميها فرق إفريقية صغيرة أو متوسطة اشتغلت على نفسها كتير قوي الفترة اللي فاتت وده اللي خلانا نشوف فرق زي الرأس الأخضر زي ما كان محمد بيقول فرق زي أنجولا فرق زي مالي فرق كتير قوي اشتغلت على نفسها الوقت اللي فات فرقة الرأس الأخضر أو كابفيردي احنا كنا نسمع عنها امتى؟ يمكن أول مرة نسمع عنها كان قرويا في 2013 وقبل كده وكننا نسمع قوي عن ممتخب كابفيردي أو أصلا دولة اسمها كابفيردي هم عضل مشروع من عشر سنين بالضبط الناس ذي اشتغلت على مشروع من أول الأكاديميات والأطفال والشباب والنشئين الصغيرين مرورا بكل حاجة تخص كرة القدم أولا كل مسؤول فعلا بيشوف شغله كويس قوي في المكان اللي هو موجود فيه اشتغلوا بضمير في كل نقطة بيشتغلوا فيها اشتغلوا على الشباب والأكاديميات فعلا مفيش اختيارات لها محسوبية أو مفروض أخذ من نادي ونادي لأ مفيش خالص الكلام ده هنبص على منتخب مع الوقت ابتدى يتطور ده أنا بالنسبة لي هو المنتخب المفاجئة السنة دي هو منتخب كابفيردي حقيقي ومن أكتر المنتخبات اللي استمتعت فعلا بالكرة وانا بتفرج عليها وده ظهر قوي قدام منتخبنا في المباراة اللي لعبناهم كان فيه لعيبة تاخد الكرة والتعدي من واحد ومن اثنين وثلاثة وكان لنا باللعب منتخب البرزيل الناس اشتغلت على العقلية بشكل كبير قوي مش بس المهارة بس انت طبعا عارف ان السكواد اللي لعبنا ده مش السكواد الأساسي اه لحسن تكون فاكر ان هولا سكواد الأساسي لا يح سبع تعليم منه سبع لعيبة سبع لعيبة مقامة السكرة ده لدكة المدلاء يعني بالضبط اه لحسن نكون فاكرين ان احنا نتفضل اه لحسن نزل فعلا اشتغلت ان يكون عندهم كمان سكواد كامل مش بس 11 لعب اللي بيلعبه في الملعب وده شفنا انه لما نزل سبع تمن لعيبة من الدكة الاحتياطي عندهم 25 لعيب محترف محترف البروجيكت بتاعهم المشروع بتاعهم النتيجة بتاعته 25 لعيب محترف او اعتقد 26 اللجوم لعبه في الكان 23 24 لعيب حقا كده تريبا بمناسبة الاحتراف خلانا نقول ان الست لعبين اللي احرزوا اهداف او سهموا باهداف منتخب مصر هما لعبين محترفين وده يبين قد ايه كومة اللعب المحترف الست اهداف اللي احنا جبناهم هما من ست لعيبة سوري ست لعيبة اللي احرزوا او سهموا في اهداف سواء السيست او هدف دي كلها لعيبة كانت محترفة او لعيبة محترفة حاليا ده يبين قد ايه كومة اللعب المحترف قد ايه فعلا بيكون مؤثر بشكل كبير جدا وننا شوفنا تأثير غياب محمد صلاح عن ليفربول قد ايه بيكون مؤثر بشكل كبير لما صلاح ما بيكونش موجود احنا عندنا لعيبة بتأثر في الاندية اللي هم موجودين فيها اه مرموش مع انتراخت فرانكفورت عامل موسم رائع كون المواسم بيبالعب فيها مرموش الفترة دي خلانا اقول ان الشغل على منتا اعتقد جاي سمعنا ان هو جاي في عردين عرد من ارسنل وعرد من توتنهام يمكن عرد ارسنل هو العرد الاكتر جدية شوية لعمر مرموش من توتنهام؟ من توتنهام ومن ارسنل يعني اعزي العرد ارسنل اقوى؟ الاكثر جدية بالضبطة هما الداخلين اكثر جدية يمكن اه كان في بعض المراسلات بين ادارة الناديين عن سعر اللايب وان ممكن يتعقد مع اللايب امتى لكن لسه لم يتم التوصل يعني لديل بين الفريدين هو معروض للبيع بسعر تقريبا الافريج او قيمته السوقية السوقية دلوقتي كانت؟ هي قيمته السوقية طبعا اختلفت كتير جدا بعد بطولة افريقيا وبعد الاداء اللي قدامه على منتخب مصر لكن لسه لم يتوصلوا لقيمة حالية وعمر مرموش يكون موجود في الدورة او كده كده من نسبة كبيرة ان شاء الله يكون موجود في الدورة الانجليزي للفترة القادمة هو كم سنة مرموش؟ مرموش 24 24 سنة ودي اللي احنا كنا بنتكلم عليه برضو احنا تحس ان كل شوية احنا بنتجر المنتخب مصر كل شوية نتكلم على البطولة تلاقي نفسك للأسف احنا خسرنا نفسنا واحدة من اسحب بطولة افريقيا خسرنا نفسنا البطولة دي انت عندك كل مراكز القوة انت طريقة كان ممهد بالورود زي ان بيقوله انت بتلاعب الكنغو بعد كده هتبدأ تلاعي عندها غينيا السنغال مش موجودة مغرب مش موجودة غانا مش موجودة كل مراكز القوة اللي في افريقيا مش موجودة ما عندكش غير نيجيريا يعني انا معجب جدا بقدام منتخب نيجيريا في البطولة حتى الان ولكن خلالنا نتكلم منتخب مصر يمكن كنا منتكلم قبل البطولة هو تاني اعلى معدل اعمار في البطولة طيب انت منين بتعد فريق ان هو مفهول يكون مكمل معك في 2026 وانت تاني اعلى معدل اعمار بمعدل اعمار 29 سنة ونص لمتخب مصر والله هو تم تقديم روي فيتوريا اول ما جيه باعلان كده كلنا تابعناه وكلنا شفناه وكلنا الحمد لله يعني كنا استبشرناك خير المدرب المشروع فاحنا قلنا مدام في حاجة اسمها المدرب المشروع يبقى الناس دي فهمة وعارفة بتعمل ايه واكيد زي ما انت بيت اكيد هيجيبه مدام هو مدرب المشروع وانا اعرف ان حاجة اسمها يعني لما يتذكر كلمة المشروع يعني معنا ذلك احنا مش بنبص اللي تحفر رجلينا متكلم على 15 سنين صح وانا انا فهم 2026 لا 2026 هتلاقي في بعض اللاعبين مش موجودين محمد صلاح يقول محمد صلاح دلوقتي اكتر من 30 سنة 31 او 32 سنة ترزيجي نفس الكلام انت اللي عندك هيكمله تقريبا معاك 2026 مصطفى محمد عمر مرموش احمد فتوح امام عشور هم دول هيكمله معاك محمد عبد المنع لكن عندك اكتر من نص قوام المنتخب يعني من 30 او اكتر مش هيكمله معاك 2026 لو كنا نتكلم على جنوب افريقيا برضو انا وفادي قبل الهواء هم محليا بيعيدوا استنساخ نسخة منتخب مصر 2008 هم هم احنا كنا نتكلم هو منتخب سانداونس هم منتخب سانداونس هم اكثر من 8 او 9 لعيبة من منتخب جنوب افريقيا لعيبة سانداونس ومش عيب خالص انك تعتمد على لعيبة محليين منتخب جنوب افريقيا واحد من احسن الفرق دوقتي اللي بتلعب كورا يمكن جنوب افريقيا من الفرق برضو اللي ما كانش لها اسم كبير في افريقيا اخذوا كان او بطورة افريقيا 96 بعد كده كان وصيف 98 لمتخب مصر حتى 2010 في بطور كاس العالم اللي كانت منظمة جنوب افريقيا ما قدوش بالشكل الامثل لكن هم حاليا عندهم مشروع احنا مشكلتنا ان احنا ما عندناش مشروع خلينا اقولك حالا احنا عايزة اسأل بقى السؤال هنا دلوقتي قوام جنوب افريقيا هم تقريبا من سانداونس صح كده طيب يعني الاحتكاك بتاعهم هو كل الاحتكاك معك القارة داخل القارة السمراء منين بقى احنا بنقول انه هو علشان الف به علشان تبقى عندنا منتخب قوي يبقى هي ما فيش الا سكة واحدة بس ان انت تفتح المجال الاحتراف الخارجي للناس الصغيرين بعيدا عن الدور المحلي تحكمات الاندية وتحكمات الاندية وطلوات الاندية المادية طبعا المغالة فيها طبعا فتفتح لقم السكك انه هم يروحوا منين احنا بنقول انه هو مفيش الا الاحتراف الخارجي هو الحل الوحيد قدامنا وعندنا منتخب زي جنوب افريقيا هو شز عن القاعدة يعني خلينا اقولك انه خلينا نبص على الدور المصري هل في الدور المصري فيه منافسة تقدر تطلع لعيبة قوام لعيبة تقدر يكون هو ده قوام المنتخب المصري طيب حسألك سؤال هل فيه جنوب افريقيا دوري الجنوب الافريقي يعني يقدر او بيطلع منافسة لا او بيش الا بس فقط سان داونز موجودة في البطولة افريقيا في المربع الزهبي في اخر سنوات ويمكن في النهائي اكتر من مرة واخدت البطولة اكتر من مرة خلينا نقول كمان انا اصدي عملوا ايه يعني دوروها ازاي علشان تجيبوا ماشي المكنة اشتغلت ازاي علشان تجيبوا ماشي اهتموا باللعيبة النشئين بشكل كبير قوي انت تبص على معدل اعمار منتخب جنوب افريقيا او فريق سان داونز يعني خلينا نقول فيه تاما اللعيبة ابتدوا المباراة الاخيرة بتاعت ربع النهائي هم من فريق سان داونز اوكي بالزبط تسع اللعيب يعني هم برضو في افريقيا مش محترف في نادي في اوروبا يعني بس خلينا نقولك ان فريق زي فريق سان داونز بينافس كل سنة على بطورة افريقيا ومتواجد بشكل كبير جدا اكتر فريق بيقدم كورة جماعية احلى كورة في افريقيا بصراحة هم فعلا برازيل افريقيا حنايا حتى يعني فريق مكتمل في كل عناصره ممتع جدا صراحة فريق قوي جدا جدا هم اشتغلوا على اللعيبة ونظرة يعني خلينا اقول كنت بتكلم مع محمد من شوية جوة في القصة دي احنا نفس الوجوه القديمة اللي بنشوفها في المنتخب في الاندية حتى في صفقات الانتقالات اللي بتكلف كل نادي بشكل يعني مبالغ كبيرة طائلة جدا كراسي موسيقية برافو عليك هي نفس اللعيب بيروح من هنا الهنا صفقات لسه بتحصل قريب للعيبة نقدر نصنفها كبيرة في السن ما تدفعش فيها المبالغ دي احنا مش بنستثمر في اللعيبة الصغيرة مش بنستثمر في الشباب الصغيرة ما بنروحش نتفرج و لما بنروح نجيب لعيب خلنا نكون صدقين جدا مع بعض واحنا بنتكلم في قناة مصرية محسوبية وحد يكون ابن حد لعيب معروف لازم بيكون ليه وسطع علشان يقدر يدخل ويلعب في النشئين دي حاجة واضحة ومعروفة مش بنقولها جديدة ده بداية الحل انت لو عايز تبقى تحل انت مشكلتك مش في فيتوريا بس ولا في اتحاد كورا بس انت مشكلتك في هيكل الكرة المصرية انت دلوقتي ما عندكش حل في الكرة المصرية لازم ترجع تهتم تاني بالأكاديميات تاني زي ما كنا بنتكلم فيه مشروع لسه كنا نتكلم فيه مع الزملاء اللي هو دوري الأكاديميات انا احسد هذا المشروع ان هو هيكون يعني يتم ادارته بشكل احترافي عشان انا اثق يعني في الناس اللي دخلت كشركاء في الموضوع ده انت نجمك الاول في مصر حلال مين محمد صلاح محمد صلاح ما هو طالع من دوري مدارس طالع من مشروع زي نفس المشاريع دي بالضبط لكن بيلعب في نادي بالدفع له الاف الجنيات كل شهر ولا هو محسوب على حد معين وده النموذج اللي انت حاليين نفسك تشوف كل اللي عيبة مصر محمد صلاح وده نجمك الاول للوقت فياريت نرجع لنفس القصة دي تاني عشان نعرف نطلع منتخب مصر ما تفكرش على المنظور الدايق ما تفكرش على تصفيات افريقيا وبعد كده كاس العالم وبعد كده لا صحيح طب عايزين رجعتاني معاش الالكان عندنا فقط 3 دقايق ترشح مين البطل ومين الوصيف انا ارشح بطل حلان منتخب ناجيريا مراجب انت منتخب ناجيري منتخب ناجيريا طول عمره احنا عارفين ناجيريا تلعب كرة حلو قوي لكن عندهم مشاكل دفاعية كتيرة جدا دي كتعطوه مشكلة لمتخب ناجيريا متخب ناجيريا حالان مع بيسيرو المدير الفني الاصبق لندي الاهلي لم يستقبلوا سواء هدف واحد طول البطولة حتى الان عاملين تمسك دفاعي قوي جدا ابتخب انجولة كان مغلوب 1-0 من ناجيريا من اول المباراة مش عارف يمسك كوله مش عارف يعمل حاجة قدام الدفاع النيجيري ايا كان اسمك ايه ايا كان اللعيب اللي موجودين رقم انه كلهم نجوم لكن بسيرو مسيطر بشكل كبير جدا على قط اللبس اللي موجودة عندهم اسمين وعندهم اكتر من اللاعب ولوكمن واكتر من اللاعب موجود فاعتقد منتخب ناجيريا المرشح الاول انه يكون موجود حاليا مبطل البطول الوصيف اعتقد ممكن نشوف يعني منتخب كوديفور طالما هي ماشية معا الحد دلوقتي كده ان هي ماشية معا قويس جدا طيب فادي ترشح مين البطل ومين الوصيف رشح منتخب ناجيريا نفس السبب وده كنت حتى بحضره النهاردة حتى ده كان تصريح قاله بسيرو ان قوة منتخب وان انا عشان اقدر افوز لازم اهتم بالدفاع على الرغم انه عنده في الهجوم افضل لعب في افريقيا وافضل مهاجم في افريقيا فيكتور اسمين وعنده لوكمن وعنده لعيبة تقدر تهاجم بشكل كبير لانه هو قال ان صلابة الدفاعية هي افضل وصيلة ان يتخليني احصل على البطولة دي عشان كده نفس السبب انا بشوف ان فعلا منتخب ناجيريا هو المنتخب الاقوى ترشيحا ان هو يكون بينال البطولة تمام والوصيف الوصيف انا اتمنى منتخب من المنتخبات اللي عملت مفاجئة لكن انا اشعر ان كدفوار بعد بزاية المباراة بتاعتمالي يعني السيناريو انا اتمنى جنوب افريقي انا اتمنى جنوب افريقي حقيقي من كل لعبة كرة حلوة جدا وبالمناسبة كان فيه تصريح لمرشيلو لبي المتوج بكسل عالم 2006 مع متخب ايطاليا قالك انت لو عايز تكسب مباراة فاهتم بالهجوم عايز تكسب بطولة بازم يبقى اتمنى بالهجوم يعني الهجوم ممكن يكسبك ماتش لكن الدفاع يكسبك بطولة وده اللي عامل المتخب ناجيريا دلوقتي الدفاع ممكن يكسبك بطولة لو بتدفع كويس تكسب بطولة الهجوم ممكن يكسبك مباراة وزي ما شفنا كانت فيه ناس بتعاجب متخب ايطاليا كتير جدا في 2006 على المستوى الهجومي القليل جدا ولكن على مستوى الدفاعي كان اكثر فريق بتنظيم شكرا جزيلا محمد جمال شرفتنا ونورتنا وبشكرك شكرا جزيلا فادي جمال نورتنا وشرفتنا محمد جابر فادي جمال بشكركم شكرا جزيلا الى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا لناية هذه الحلقة غدا حلقة جديدة من رقم 10 دمتم دائما في امان الله موسيقى 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 موسيقى